موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإلهي الواحد أمين نقرأ بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس جزء من إنجيل معلمنا متى الإصحاح الاثناشر بداية من عدد 22 بركاته تكون معنا جميعا أمين حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرص فشفاه حتى إن الأعمى الأخرص تكلم وأبصر فبهت كل الجموع وقالوا العل هذا هو ابن داود وأما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا بعد زابول رئيس الشياطين فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب وكل مدينة أو بيت منقسمة على ذاته لا يثبت فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته وإن كنت أنا ببعل زابول أخرج الشياطين فأبنائكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضاتكم ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله والمجد لله دائماً أبدياً أمين الحقيقة هذه معجزة عظيمة بتؤكد وتثبت لهوت السيد المسيح له المجد مجنون أعمى أخرس قدموه للسيد المسيح فشفاه مقدمة للموضوع الحقيقة إن هذا المجنون الأعمى الأخرس كان عليه روح شرير عليه شيطان فالشيطان لما يتسلط على إنسان يفقده الحكمة ويفقده العقل ويفقده الاستنارة هذا المريض بيمثل الإنسان القديم أو بيمثل الإنسان الخاطئ اللي الشيطان متسلط عليه وعلى عقله وعلى لسانه وعلى كل شيء مجنون يعني فاخد عقله الشيطان لما يتسلط على الفكر يفسد سبل الله المستقيمة اللي المفروض إحنا نعيش فيها يعني تعالوا بينا نشوف طب المسيح لما شفى المجنون الأعمى الأخرس شفاه إزاي مجرد أنه أخرج روح الظلمة أخرج الشيطان من هذا الإنسان المجنون رجع ليه عقله والأعمى أبصر الأخرس تكلم هكذا تعالوا بينا نشوف يعني هل في هذه الأيام ممكن نلاقي إنسان مجنون وأعمى وأخرس ممكن جداً نحن لو نقصد بقى العمل الجسدي أو المرض الجسدي لكن المهم شفاء الروح نفسها المرض الروحي يا ما ناس يا ما ناس فاقد عقلها يعني نقدر نقول يعني مصابين بالجنون وهما مش دريانين يعني مثلاً لو حبينا نشوف أنواع من الجنون اللي ممكن يتسلط على البشر فيه جنون اسم جنونه العظمة واحد يتصور أن ما فيش أحسن منه وما فيش أكبر منه ما فيش أعظم منه مرة ربنا بعت رسالة في سفر الرؤية لأسقف كنيسة كان برضو مصاب بهذا النوع من الجنون يعني عنده دا العظمة محارب به فبعت له رسالة ربنا يقول له يقول له تقول إنك غني وقد استغنيت وليس لي حاجة إلى شيء ولست تعلم أنك فقير وشقي وأعمى وعريان كحل عينيك بكحل لكي تفسر فهذا الإنسان اللي كان بيعظم في ذاته بنسميه جنون العظمة كان فيه زمان ملك لبابل بابل طبعاً منطقة العراق وكده كان فيه ملك اسمه نبو خز نصر في بابل هذا قبل التجسد وقبل الميلاد يعني قرون ما قبل الميلاد نبو خز نصر ده كان بيعظم في نفسه وبنى مدينة بابل وكانت مدينة عظيمة في ذلك الوقت ومرتفعة فبعد كده بيفتتح المدينة فطلع كده قاعد كده في أعلى مكان في المدينة وقال لنفسه أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها بقوتي واقتداري طبعاً روح الكبرياء بقى أصابه يعني أفقده عقله فطبعاً لما تكبر هذا الإنسان جاله صوت من السماء يقول له يطردونك من بين الناس يطردونك من بين الناس وتأكل العجب كالسيران فتمضي عليك سبعة أزمنة تعيش مع حيوانات البر بسبب إيه بسبب جنون العظمة اللي كان فيه نبوه خزنصر وفعلاً بعد ما تعظم هكذا نزل من على عرش بابل وابتدى ظهره ينحني وابتدى يمشي على أديه ورجليه وابتدى شعره يطول بقى زي الأنمال بالزبط فالناس قالوا الملك تجنن فأخدوا هذا الملك وفعلاً حطوه في حزيرة حيوانات وأخذ يأكل في العزب مع الحيوانات بعد سبع أزمنة زي ما رد صوت ربنا قال له الكلام ده من الكتاب المقدس سفر دانيال دانيال أربعة مرت عليه سبعة أزمنة وبعد كده ابتدى بقى ربنا يرضى عليه شوية اتضع بقى وانكسر لأن قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح ربنا رضي عليه بعد ما تواضع وابتدى عقله يرجع له وابتدى ينتصب ويقف زي البني أدمين ويركز وبقى حلو خالص شوفوا نبوه نبوه خزنصر ده اللي تكبر وصار كالحيوانات يقول إيه بقى بعد ما مر بالتجربة دي اللي ربنا ادهاله قال أنا نبوه خزنصر أعظم إله السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل ومن يسلج بالكبرياء فهو قادر أن يزله من يسلج بالكبرياء فهو قادر أن يزله هذه هي الكبرياء أو جنون التكبر برضو كان فيه إمبراطور أو ملك اسمه هيرودس كان على منطقة أيام الدولة الرومانية على منطقة الجليل في الشام هيرودس ده برضو كان متكبر وبعدين كان فيه خلاف بين أهل سيدة وأهل سور فهو رايح يصلح بينهم فحبه يمتدحه ويتملقه فلما أخذ يخطب لبس الحل الملوكية وأخذ يخطب في الشعب ده نوع من الجنون اسمه جنون العظمة جنون العظمة فلما الإنسان بيرجع لربنا ربنا بيشفيه من هذا الداء برضو فيه جنون اسم جنون الشهوة جنون الشهوة ودي الشهوات الجسدية ومحبة العالم اللي قال عنهم الكتاب الذين إلههم بطنهم وفخرهم في زناهم الشهوات فيه ناس يقولوا لنأكل ونشرب لأن غدا نموت ما يعرفوش إن فيه سواب وفيه عقاب وفيه إخوة لهم محتاجين يأكلوا ومحتاجين يشربوا جنون الشهوة اللي سقط في هذا النوع من الجنون شمشون شمشون كان قاضي من قضاة الله ويعني في التلاتينات كده وبعدين أحب إمرأة اسمها دليلة وهذه المرأة كانت غير مؤمنة ولكن كانت جميلة المنظر فأحبها واستسلم ليها وكانت النتيجة إن فقط قوته وربنا اتخلى عنه لغاية قبل ما يموت ألاعوا عينيه وخلوه يعني يلف في السائع زي الأنمال بسبب شهوات قلبه ولكن ربنا في النهاية افتقدوا ده جنون اسمه جنون الشهوة شهوات الجسدية فيه جنون منتشر في هذه الأيام اسمه جنون الفلسفة والإلحاد جنون الفلسفة والإلحاد الحاد يعني بينكر وجود الله أذكر قصة حدثت في روسيا روسيا الزمان كانت شيوعية زي ما حضراتكم عارفين شيوعية بتنكر وجود الله فدخل مدرس في مدرسة فيها أولاد مؤمنين بالله المدرس ده ملحد فحب يثبت للأولاد إنه ما فيش إله فقال لهم أنا لا أؤمن بوجود إله قالوا له إزاي يا أستاذ قال لهم لأنه أنا مش شايفه ما فيش إله أنا لابس إيه نظارة أهي دي مدارة دي موجودة يبقى دي نظارة إنما اللي أنت بتقول عليه فين الإله دا اللي أنا شايفه فولد من الشطار جدا رفع يده أهي أستاذ تبتسمح لي يقولك حاجة قال له نعم قال له أنت بدون عقل قال له عيبي يا أولاد قال له لا أنت بدون عقل لأن أنا مش شايف عقلك فأنا مش شايف عقلك لو كنا هنقص بالطريقة دي يبقى أنت ما عندكش عقل ففيه جنود اسمه جنود جنون إنكار وجود الله جنون الإلحاد يعني مين اللي عمل الكون دا العظيم ومين يعني اللي خلق السماء والأرض والإنسان دي ما فيش قوة بشرية مهما تقدم العلم أن يقيم إنسان ميت يقيم إنسان ميت فيوجد إله في السماوات هو خالق الكل وبيراعي الكل فيه جنون تاني يعني ده نوع رابع من الجنون جنون الكراهية والإرهاب جنون الكراهية والإرهاب الناس المتطرفين قال عنهم ربنا هيأتي ساعة تأتي ساعة يكون الذين يقتلونكم يقدمون خدمة لله إنه النهاردة الإرهابيين أو داعش أو كده بيكفروا المجتمع كله ولما بيقتلوا حد بيعتبروا إنهم نفسهم كده بيقدموا خدمة لربنا أليس هذا جنون ألا يوجد إله ضابط الكل ويحكم الكون كله هذا النوع اسمه جنون الإرهاب والكراهية فيه نوع خامس من الجنون اسم جنون الغضب جنون الغضب جنون الغضب في ساعة الغضب بيحصل منتل بلوك يعني إيه منتل بلوك عارفين إخواتنا الصعيدة وأنا منهم يعني يقول أصلها أفلت أفلت يعني إيه إن هنا التفكير هنا وقف وقف خلاص أعطل يعني أنا أذكر قصة حقيقية وقائية حدثت هنا في مصر الجديدة شاب مهندس طاقي هادئ هادئ الأعصاب محبوب من الناس وبعدين بعد ما تزوج صار فيه خلافات بينه وبين زوجته فالزوجة كانت يعني شديدة عليه شوية فراحت استدعت أخوها عشان يجي يصلح بينهم ده هنا في مصر الجديدة فجاء الأخ طبعا كان شديد وقاسي القلب قاعد يبهدل في المهندس ده ويشتم فيه فطبعا زي ما بيقولوا المثل اتقي شر الحليم إذا غضب المهندس راح قايم اشتهت غضبا راح داخل على المطبخ راح جايب سكينها راح قاتل أخو مراته القصة دي أنا بحكها لكم وهذا المهندس في السجن النهاردة واخد حكم سبع سنين سجن طيب هل هذا الإنسان كان في يوم ما يفكر أنه يقتل أخو مراته استحالة لكن في وقت الغضب العقل بيقفل يعني التفكير بيتشل بنسميه جنون الغضب جنون يعني إيه؟ فقدان العقل فقدان التفكير عشان كده الأباء ينصحونا يقولولنا ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب طويل بالك علماء النفس يقولولنا لو لقيت موقف مثير ليك ما تاخدش قرار سريع عد من واحد لعشرة قرارك في واحد ممكن تقتل يمكن في اتنين وثلاثة سريعني تقول كلام صعب يمكن أربعة تبتدي تفكر تتصرف إزاي عند عشرة يمكن تسامح اللي أساء لك إحنا بقى بنقلب من ناحية الروحية لما تلاقي موقف فيه غضب صلي أي صلوة من الصلوات اللي أنت حفظه قمشيطان الغضب يبعد عنك ده اسمه جنون الغضب سوري يعني فيه جنون اسم جنون الكورة عارفين الأهل والزمالك وليفربول ومنشستر ومعروف كلام ده فيه ناس تصهر الليالي للصبح عشان تشوف مطشط كورة ليه ابن ابن في الاعتراف يعني ابوه الروحية خادم في الكنيسة كان زمال كاوي كان زمال كاوي وكل ما يلعب الزمال قدام الأهل لازم يتغلب يا ابونا صلي اقول له صلي ليه يقول لي صلي الزمالك هيلعب بعد بكرة صلي اصليله فعلا عشان استجيب ليه يعني لازم اصليله قم برضو الأهل يتهزم الاسف الزمالك يتهزم وبعدين في مرة بقى اللقاء الأخير بين الأهل والزمالك يتهزم الزمالك انفعل جدا ودخل قدته قدت النمو وقفل على نفسه وبطل يأكل وبطل يشرب وبعدين بعد ما قابلني زعلان مني خالص أنا زعلان من ربنا ليه يا عم قال لي هو ربنا أهلاوي ولا ايه يعني ده اسم جنون الكورة رياضة جميلة طبعا وممكن نشجع كله ده مش غلط يعني لكن التطرف في الشيء يعني ينقلب لضده على طول يعني سوريا يعني الأهل غي كسب ما هو نادي مصري ومواطنين مصريين وإخوالينا الزمالك كسب ما هو نادي مصري برضو ومواطنين مصريين وإخوالينا ففي ناس عندهم بقى ايه الحتة دي بنسميها جنون الكورة في جنون اسم جنون الموضة الموضة لازم ألبس أحدث ساعة أمسك أحدث تليفون أركب أحدث عربية ده طبعا اللي ربنا أعطيهم يعني وغالبا هذا الجنون بيبقى عند الناس اللي ربنا أعطيهم أو الأغنية يعني وبعدين مثلا يعني اسمحوا لي هسأل سؤال حد يجاوبني عليه ايه موضة أن البنطلون يتقطع عند الركاب ايه الجمال في هذا هذا تشوي أو العورية كمان فده اسم جنون الموضة اللي يمشى على آخر صيحة ويقلده العالم ويهينوا أجسادهم ويهينوا أنفسهم وطبعا ده بنسميه ده جنون جنون الموضة في جنون اسمه جنون الانترنت النهاردة يعني لو جال حد من حضراتكو ضيف صديقك أو أخوك أو وهو وأسرته كل واحد معاه الموبايل بتاعه كل واحد تبص كده في الصالون بتاعكم أو الريسبشن كل واحد مسك الموبايل عمالي يلعب به بيسموها وسائل التواصل الاجتماعي أنا بسميها وسائل التباعد الاجتماعي التباعد الاجتماعي الزوج ييجي من شغله يأكل لقمة ويخش يوعد على الكمبيوتر وممكن يوعد ساعتين وثلاثة وممكن يوعد للصبح ومراته تقعد نعسانة وتعبانة ومستنى لما هو يخلص ويوعد على الانترنت ممكن للصبح طبعا كل شيء فيه تطرف مش مزبوط فيه جنون اسم جنون السرعة جنون السرعة جنون السرعة يعني سواء السرعة في القيادة أو السرعة في عمل أو اتخاذ قرار السرعة مش حلوة غير مستحبة يعني حتى المثال بتاعتنا يقول لك في التقاني السلامة وفي العجل الندامة يعني واحد مرة جايب عربية جديدة وبعدين ساقها ومصور التابلوب بتاع العربية مصور التابلوب يوريني العداد بتاع العربية وصل لكام وصل لمية وتمانين كيلو في الساعة وفرحان وبيفتخر قلت له أنت كنت فيه قطر يعني لو أي عجلة انفجرت كانت العربية انتهت هو كان انتهت فالسرعة العجلة من الشيطان العجلة من الشيطان فيه خديس اسمه الخديس أبو مقار يقول لنا كل ما تجده أنك ستعمله بسرعة اعلم أن هذا الفعل من الشيطان يعني بيؤكد المثل اللي احنا بنقوله العجلة من الشيطان مجنون لكن الإنسان اللي بيخاف ربنا اللي بيعبد ربنا اللي سابت في ربنا هذه الأنواع من الجنون ما تبقاش موجودة عنده تلاقيه إنسان عاقل إنسان حكيم إنسان مدبر ما عندوش أي نوع من أنواع الجنون مجنون أعمى أعمى العمى اللي أصاب هذا الشاب مش نتيجة مرض جسدي ولا مولود زي المولود الأعمى لا ده العمى بتاعه نتيجة تسلط روح الشيطان على الإنسان إنتوا عارفين اللي يقول لك إيه أعمى البصيرة أعمى البصيرة فإحنا حينما نتكلم عن العمى نقصد العمى الروحي مجنون أعمى بسبب تسلط روح الظلم عليه القديس الآن بن تونيوس قاب الرهبان قاب المرة القديس دي ديموس وده كان ضرير وشافوا زعلان قالوا زعلان ليه أنت زعلان عشان أنت فاقد بصرك ده البصر ده بيشترك فيه الإنسان مع الحيوان الحيوانات كلها لها عنين والحشرات لها عنين ما تزعل شي افرح أن ربنا أعطيك بصيرة روحية إيه أيقل قديس دي ديموس ده كان مدير لمدرسة الإسكندرية كان مدير لمدرسة وهو أعمى وعندنا أمثلة يعني من عزام الأدباء طاه حسين كان فاقد بصره وكان أديب عظيم ومشهود ليه وتعلم في فرنسا وكان أديب عظيم والكل كان يبجله فالعمى مش العمى الجسدي العمى الروحي العمى الروحي فهذا الإنسان اللي كان أعمى كان أعمى لأنه فيه روح الظلمة متسلط على عقله طيب وإحنا إحنا استنرنا بالمعمودية سر الاستنارة وروح الله اللي فينا بيدينا استنارة بيدينا استنارة نقول نقول فلندا مستنير يعني مستنير يعني عقله منعور يعني نروح ربنا هو اللي بيقوده مين هو الأعمى الأعمى لو طبقنا من هو الأعمى في هذا الزمان نلاقي الأعمى اللي بيبقى قدامه عمل الله واضح ونشوف ربنا وقف معنا ازاي ومصر ماشي كويس ازاي وما يشكر ش ربنا على عمله هذا الإنسان أعمى لأنه مش شايف عمل ربنا نشكر الله سواء في جائحة كورونا أو في أحداث روسيا وأوكرانيا والحمد لله البلد مستتبة وربنا سترها علينا فالإنسان اللي يبقى قدامه عمل الله ظاهر يعني لو قلت لحد من حضراتكم يعني اكتب لي عمل ربنا معك عمل إيه معك كويس هتكتبوا أجندات كبيرة كده الإنسان اللي بيشوفش عمل الله ده إنسان أعمى أعمى الإنسان اللي بيشوف الحق قدامه ويخلي الحق باطل والباطل حق ده إنسان أعمى ما عندوش استنارة الإنسان اللي ما يحبش أخوه قديسي وحنة وصفه بإنه إنسان أعمى من لا يحب أخاه فهو يمكس في الظلمة والظلمة قد أعمت عينيه شفتوا بقى إنسان ما عندوش استنارة الإنسان اللي يدين الآخر يعني إيه دين الآخر أتكلم على فلان وضعفات فلان وخطايا فلان وناسي خطايا نفسي بشوف خطاياه هو إنما خطايا أنا مش شايفها مرة السيدة المسيح قال لليهود قال أيها الفريس الأعمى ليه اليهود كانوا حفظين الشريعة والنموس لكن ما يعملوش بها أم حفظينها عشان يحكموا بها على الناس مش على أنفسهم مرة برضو قال السيدة المسيح ليهم قبل أن تنظر إلى القزة الذي في عين أخيك اخلع أولا الخشبة التي في عينك عين أخيك فيها قزة انت بقى عينك فيها خشبة فالإنسان اللي بيدين غيره ويرى ضعفات غيره ولا يرى ضعفات نفسه هذا الإنسان وصفه الإنجيل إنه إنسان أعمى الإنسان اللي يرى خطورة الخطية قدامه وبرضو يقع في الخطية إنسان أعمى ليه لأنه مش حاسس بوجود الله مش حاسس بوجود الله مرة فلاح يعني كانت حالته على قد حاله شوية ومش لقى يأكل ولاده فيعمل إيه الشيطان أغواه إنه يروح حقول الأمح ويسرق منه كان ليه بنتي كده قوله في سن أعدادي خد بنته وخد قفة وراح يسرق من أول غيط أو أول حقل أمح وقال لي بنته بصي شمال ويمين كده لحسن حد يشوفنا إذا لقيت حد هيشوفني قولي لي يا بابا في حد بيبص عليك راح الراجل يسرق من أول حقل بنته يا بابا يا بابا في حد بيبص عليك ملحقش يسرق حاج فرح لحقل تاني بنته تقول يا بابا في حد يبص عليك يا حقل التالت نفس الكلام فالراجل خرج من الحقل التالت عمال يبص شمال ويمين يقول له يا بنتي أنت ليه عملت كده أنا مش شايف حد بيبص عليك قالت له آه أنت بصيت يمينك وشمالك بس ما بصيتش فوق أنت مش شايف أن ربنا موجود وبصص علينا كلنا فالإنسان اللي بيرى خطورة الخطيئة وما يحسش بوجود الله هذا الإنسان أعمى الإنسان اللي عينه شريرة السيد المسيح قال كده إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا تبقى منور وشك منور عشان عينك بسيطة عندك نقاوة وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظلام فالظلام كم يكون فالعين البسيطة النقية اللي تبص للغير بمحبة اللي ما تبصش بشهوة اللي ما تبصش بتكبر اللي ما تبصش بإدانة هذه نسميها العين البسيطة إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا تبقى وشك منور كده مجنون أعمى أخرص أخرص يعني لا يتكلم برضو بسبب تسلط روح الشر على ذهنه أخرص يعني أقدر أوصف الإنسان اللي مش بيشكر ربنا ويسبح ربنا ويصلي ربنا نقدر نسميه إنه أخرص الإنسانه لا ينطق بمجد الله لا يسبح ربنا لا يصلي ربنا فهذا الإنسان أخرص الإنسان اللي بعد ما يخطي ما يقدمش توبة ويقول له أخطيتي يا رب سامحني يا رب إنسان أخرص الإنسان الذي لا يشهد لعمل الله وعمل المسيح هذا الإنسان إنسان أخرص لما روح الله اللي هو الروح القدس حل على التلاميذ القديس بطرس الرسول وعز وعزة واحدة آمن 3000 نفس ليه؟ لأن روح الاستنارة الروح القدس هو اللي اتكلم الخديس ستفانوس كان اليهود بيحكموه يقول لنا سفر أعمال الرسل لم يقدر جميع المقاومين المقاومين إنهم يردوا عليه على ستفانوس كان بينطق بكلام يمجد فيه ربنا يمجد فيه ربنا أذكر قصة سريعة كده لإمرأة طاقية يعني في حدود 70 سنة ورحت تزور ابنها في المهجر في أمريكا بالتحديد والكنيس في المهجر صغيرة شوية فرحت تحضر قدس مع ابنها ابنها مهاجر فأبونا فيه عندنا الأجبية اللي هي الكتاب السبع صلوات فأبونا جاب لها أجبية وبيدهالها عشان إيه تصلي معاهم ويجي الشماس يوزع أنت صلي الصلاة الفلانية وأنت صلي الصلاة الفلانية المزامير يعني وهي طبعا يعني اللي تعرف تقرأ ولا تكتب فتبقى واقفة مكسوفة مش عارفة تصلي ما تعرفش تقرأ وراح تصلي لربنا وتبكي اللي تقولي يا رب أنا خجلانة من نفس يا رب أنا اللي بعرف أقرأ ولا أكتب يا رب ديني بصيرة عشان أشترك في الصلاوات عارفين صدقوني دي قصة عملية وقعية الحد اللي بعدها راحت حضرة الأداس وبقت تعرف تصلي وتعرف تقرأ المزامير هكذا روح الله لما يملأ الإنسان ينطق على فمه ينطق على فمه بعد كده السيد المسيح لما أخرج الشيطان من هذا المريض المجنون الأعمى الأخرص اليهود دايما يقاوموا عمل الله دايما قالوا هذا الإنسان برأي الشياطين هو اللي بيخرج الشياطين قال لهم طيب إذا كنت أنا بعلزور رئيس الشياطين طب أولادكم بمن يخرجون ما هم قد للتلاميذ سلطان يعني أعطاهم سلطان أن يدوسوا الحيات والعقارب وحتى رجع يقول له حتى الشياطين تاخد علينا باسمك طب إذا كنت أنا برأي الشياطين بخرج الشياطين طب أولادكم يبقى إيه فإن كان أولادكم بيخرج الشياطين بروح الله فقد أقبل عليكم ملكوت الله وبعدين قال لهم مبدأ مهم جدا ختم بيه الحديث قال كل مملكة تنقسم على ذاتها تقرب لأن لو رئيس الشياطين بيخرج الشيطان يبقى بينقسم على ذاته أنا عايز أقول بقى يا إخوتي كل بيت ينقسم على ذاته ويخرب كل خدمة تنقسم على ذاتها تخرب يعني إيه تنقسم على ذاتها يعني دول يعملوا فرقة ودول فرقة دول فريق ودول فريق دول حزب ودول حزب كل كنيسة تنقسم على ذاتها تخرب كل دولة تنقسم على ذاتها تخرب لذلك يا أحبائي روح الله نشكر الله روح الله شغال في الكنيسة وشغال في مصر ربنا هو اللي قال مبارك شعب يا مصر ربنا يكون معاكم كل سنة وحضراتكم طيبين ولإلهنا المجد الدائم في كنيسته إلى الأباد آمين اشتركوا في القناة